السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة وباسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحلقة نرية كالمعتاد وإقاف خالد الغندور بعد تسريب سبب غياب إمام عشور إقالة عضو إدارة الزمالك رحيل فريرا أعرف الصح هستأذنك في بيات الحلقة ونقش في أي تفاصيل أيها بصلي كده في عيني بصلي بعد إذنك اعمل لايك للفيديو كسر زرار اللايك ودمر زرار الشير بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس لنوصلك كل جديد بتشوفني على الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو أو لايك للصفحة ويلا بينا نبدأ الحلقة بص يا سيدي بيقول لك إخاف خالد الغندور بعد تسريب سبب غياب إمام عشور بص كابت خالد الغندور طلع وتكلم في برنامجه على وطلع وقال إن إمام عشور يا جماعة الناس كلها عارفة إن هو غاب بسبب إن هو مصاب ماشي قالك لا هو ما غابش سبب إن هو مصاب خالص طب هو غاب ليه يا كابتن خالد قالك غاب عشان هقولكو على سبب ما حدش قاله برنامج قبل كده وأنا اللي هقول بمنتهى الاحترام والحيادية والجرأة غاب لسبب تأديبي سبب تأديبي بس ما حدش قاله الموضوع ده خالص حتى الناس لما اتكلموا قالك غاب للإصابة حتى ما قالوش فنيا قالك لا لسبب تأديبي تأديبي ليه يا كابتن خالد اللي حصل عفوا قالك علشان مرجعش على نادي الزمالك أو معسكر نادي الزمالك بعد ما خلص معسكر منتخب مصر فمتأكد يا كابتن خالد قالك متأكد يعني برنامج غيبه أو ما خلوش إيحد علشان تأديبيا قاله قوله طب أمام عشر رعتزر حتى وقتنا هذا لم يعتزر طب برنامج عامل إيه برنامج قفلت معه وقال لك إن شاء الله ما يلعب ولا مطش بس يعتزر ويعرف إن اللي عمله ده غلط الناس بتحاول تتوسط بين الاتنين علشان إمام عشور روح يعتزر ويرجع رجعه التشكيلة إمام عشور قالك أنا ما غلطتش أغلط ليه أنا ما غلطتش هو شايف من وجه النظره ما ما غلطش فريرا شايفه غلط الناس بتتوسط في النص إنهم يعتزر يعني أو يحصل بينهم عارض صلح الأقرب إن خلاص إمام عشور هيعتزر قريبا إن الموضوع هيتلم طب هل تم إيقاف خلد الاندور لا هو ما تمش إيقافه هو فيه أنباء عن تجهيز قرار بإيقافه ولكن لم يتم إيقافه ليه لأنه هو صرب خبر إن إمام عشور تم استبعاده لسبب تقديبي وليس سبب الإصابة زي ما هو معلن في التلفزيون أو على بعض القنوات بتاعت أو يعني اللي بيتكلموا عن نادي الزمالك أو قناة نادي الزمالك أو الصحفيين محلش كمان بس أنا بعتزر لكم بس زوري مش عارف في حاجة كده أو الصحفيين المسؤولين عن أخبار نادي الزمالك فإيقاف خلد الاندور لألم يتم إيقافه ولكن زي ما بقولك فيه أنباء متدولة إن هو بيتم تجهيز قرار إيقافه هو الأول هيتم تحذيره علشان هو كده بالنسبة له صر بخبر ما كانتش الإدارة حاب أنه يتعرفه للناس إقالة عضو إدارة الزمالك طبعاً كلكم عارفين إن كابتن جمال عبد الحميد ظهر مبارح على قناة الزمالك برنامج زمالكاوي مع كابتن طريق إحيا وانتقت فريرا بشدة وقال إن فريرا ما لعبش مطش كويس وإن ده الأداء مش كويس وإن فريرا كان المفروض يلعب اللعيبة المحترفين للآخر ما تبقاش جايب لعبها بملايين وفي الآخر تحطهم دكة وطالماً تناوي تلعب بالشباب ليه جبت لعيبة بملايين وكلفت إدارة الزمالك وكلفت خزينة الزمالك وإن الموضوع ده أكيد مداي إدارة الزمالك وهكذا 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 وانتقدوا انتقات شديدة جداً درجة إن في بعض الصفحات الزمالكوية وانس الزمالكوية بدأوا يهجموا جمال عبد الحميد علشان انتقد فريرا وحتى بعض الزمالكوية او رموز الزمالكوية زي كابتن إسماعيل يوسف طلع وحط صورة فريرا صورة فريرا عشان يعني يدعمه مش عارف مين ومين ومين ان هو لقاح كل الدعم لفريرا وان هم ضد اللي قاله جمال عبد الحميد ومش حابين اللي هو قاله وان هو بيهجموا يعني فطبعاً طلعت بعض القرارات ان تم إقالة جمال عبد الحميد او عضو قدارة الزمالك طبعاً ده ما حصلش ومفيش حاجة اسمها إقالة عضو عشان بس لو قررت الخبر يعني معلش ما استغرب تعرف كلمتنا المشهورة استغرب مش ما استغربش مفيش حاجة اسمها إقالة عضو مجلس إدارة في حاجة اسمها استقالة عضو مجلس إدارة مش حاجة اسمها إقالة عضو مجلس إدارة من الإدارة ممكن يحصل من وزارة الشباب من اتحاد الكوراية كان المموت بالموضوع ده لكن إقالة عضو مجلس إدارة من رئيس مجلس إدارة ما بتحصلش لكن ممكن يستقيل فمحصلش حاجة مع كابتن جمل عبد الحميد اه اكيد تم تعنيفه اكيد وتم الكلام معاه اللي هو انت ازاي بتعمل كده ده في حالة ان الادارة ما كانتش اصلا متفقة مع كابتن جمل عبد الحميد انه هو يقول حاجة زي كده وينتقد اداء فريرة لان الادارة مش عجبهم اداء فريرة خلي بالك الموضوع كان فارق برضو يعني الادارة برضا زيت نفسهم مش عجبهم اداء فريرة ومش عجبهم من الصفقات كلها اللي هم جايبينها ملعبتش فدي حاجة برضو رازم تحطها في الحزبان ولكن لم يتم اقالة عضو وادارة الزمالك رحيل طبعا يا جماعة بتسمع عن الموضوع ده كتير جدا وتلاقي صفحات انا بنفسي ارى النهاردة في صفحة او في موقع لكورة القدم بيقول لك اه هروب وحقيقة هروب واين هرب فريرا ولماذا هرب فريرا والخبر المنتشر والله الصفحة كانت بيقال لك الخبر منتشر مش عارف في الساعات الاخيرة او الصفحات واين زهب فريرا يا جماعة فريرا ما هربش ولا راحل ولكن الراجل مستاء من الهجوم اللي حصل عليه من قناة الزمالك لان دي قناة النادي هو شاف ان ما ينفعش يحصل هجوم من قناة النادي بل يحصل دعم لو حصل هجوم من برا من قنوات تانية هو شاف ان ده طبيعي كل الناس تنتقد الموديل الفني لكن ان من قناة النادي يتم انتقاده هو دي حاجة مدقيقة جدا حاجة مدقيقة ان اوصل له بعض الاخبار ان اقدار نادي الزمالك غير معجبة تماما باداؤه في مباراة فلامبو وان المباراة في اردنة مع نادي ضعيف جدا 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 مع كامل احترام ليه نادي اه مالوش اصلا سجل كبير في المشاركة في دوري ابطال افريقيا مرات معدودة عالصوابع ان ما كانش دي اول مرة اصلا انا والله ما عارف حتى تاريخ النادي اه فانت مفعش تعادل اه مفعش تكسب واحد سفر فالموضوع كده لكن قصة ان هو راحل او كلام ده كله لا اه يمكن فريرا جاله عرض من فترة ليست بالكبيرة من احد المنتخبات المشاركة في كأس العالم والناس اللي كلمت عن الموضوع ده كلموا ان ان جاله عرض من احد المنتخبات محدش خالص قال ايه هو المنتخب وتدور وتسأل وتروح وتشوف صحفيين وتشوف ناس ولا واحد يقول لك ايه هو المنتخب يقول لك هو تم عرض منصب على فريرا منصب موديل الفني لاحد المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكن ولا واحد قال لك ايه هو المنتخب كله يقول لك هو منصب مدير فني احد المنتخبات ايه هو يا جديد طب خبر فانكوش ولا خبر بجد او لو خبر بجد هنعرف ان فيه منتخب عرض عليه عرض رسمي طب لو خبر فانكوش مش هنعرف هيتقال اي ايه يا فريرا جاله عرض فاهم ممكن يكون وكيله اللي عمل كده احد الصحفيين الزمال كويه حد عايز يعلق امت فريرا مش كانش قصدي ان تقول ايه يا فريرا راجل محترم جدا ومدرب متميز جدا ولكن قصدي حد عايز يعلي امته التسويقية حد عايز اه يكبر اسمه عشان مسلا كان بيتهاجم وهكذا لكن حصلش رحل ولا فريرا هرب ولا مضى على عقد ان هو يدرب منتخب في كأس العالم كمان حاجة واربعين يوم لو انا فكر صحي خلاص ده فاضي كمان شهر ونص ولا حاجة على كأس العالم فهيلحق يمضي دلوقتي هو يرحل ويروح يمسك معسكر ويدرب ده الناس خلاص بيلعوه ماتشاط ده الناس الفرق خلصت ماتشاطها الودية فاضي لها مسلا ماتش ماتشين ففيش الكلام ده خالص يا جماعة وفريرا باقي في الزمالك ولا حصل اي حاجة ولا رحيل ولا الكلام ده كله فحبت اوضح لك المعلومة في فقرة اعرف الصح واقول لك صح من الغلط كان مع اخوك امرأة في قناة صحي بكرة شهر ان شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم اشتركوا في القناة